الحمد لله thấy ما قلت كلنا كأهلوية ومحابة للنادي الأهلي متطمنين متطمنين اللعيبة تلعب بشخصية الأهلي تلعب بشخصية الأهلي طموح النادي الأهلي هذه هدف النادي الأهلي أين مكان مين بيلعب كل اللعيبة تقدي بنفس الصورة وبنفس الأداء وبنفس الشكل الروحي العالي في المباريات هذا يظهر طبعا في المباراة كبيرة زي مباراة بيرامتز لكن أرى أن المباراة ، نبارح ومحابة بكثير فيها مكسب كتير طبعا أولهم المكسب الكبير أنا بشوف على توليك هذا الفنية لكابتن سامي أمصان وهو مش هياخد السكة دي أو مش هياخد التموح والحافز دوت إلا من خلال مجلس الإدارة هياخدت سكة كبيرة من مجلس الإدارة وفعلا كان عند حصن الزم في المنعطفات الخطرة زي ما بيقول أكيد يعني إما تتكلم على مباراة أهلي وزمالك لم تتكلم على مطش أهلي وبرمت حتى لم تتكلم على مطش الأهلي والمحلة كلها بالنسبة لأي مدير فني أنت بتتكلم على الفرق يعني مطشاط ليها طبيعة خاصة ولها وزن تاني مختلف شوية نسبان عن كل المطشاط التاني أكيد لو بنتكلم في باكتجي لكابتن سامي وتولي الكيادة الفنية للفريق أو على رأسها بتتكلم من خمس مباريات كسبان أربعة ومتعادل مباراة طبعا معنات زمالك حتى مطش نفس الكمبني كان محروم من العيبة الدولية يعني كان فيه العيبة دولية موجودة ومشاركتش في المباراة فبالتالي برضو بتهيلي مطش يعني كلها اختبرات بصراحة طبعا أنا زي ما بقول لحضرك فيه مكاسب كبيرة جدا ويمكن دي ما كانش موجودة أيام مستر موسيماني لما طلعت تكلمت مع حضرتك قبل كده قلت من دمن التعليقات على مستر موسيماني أنه هو بيعتمد على 14-15 لعيب بس ودول مش هقدار يستحمله أنه يقده معك طول الموسم لأن النادي الأهلي بيلعب حوالي في ست بطولات أو سبع بطولات على مدار الموسم فمش هقدار يستحمله لكن الحاجة الإجابية اللي شفناها مع كابتن سامي أنه هو بدأ يدفع بلعيبة صغيرة بدأ يدفع بلعيبة مش بتلعب طبعا رأسهم محمود وحيد في الجبهة اليسرى بعد غياب علي معلول في ناحية الفروت برضو حط حسام حسن وقدر أنه يحرز هدف اللي ببارك له طبعا بقول له يعني عود حميدة سبر كتير ونال في الآخر يمكن ده تكليل اللي مجهوده كحسام حسن مع لعيبة صغيرة زي زياد طارق مع لعيبة صغيرة زي كوكا وكوكا هنا بيسهل على مديري فني بيسهل على مديري فني حتة المرونة التكتيكية كان نجم بارح كوكا طبعا كان نجم ولما بتقدر تستغل من اللعيب ده أنت بتسهل على مديري فني أنه أنت بتحركه من مركز لمركز سواء كان بيلعب دفندر في نص الملعب والشوت التاني لما حصل إصابة لمحمود وحيد رجع كباكليفت هنا أنت بتسهل على مديري فني ففعل اللعيبة بتلعب عجبني في تصريحات كابتال سيد عبد الحفيز بمناسبة كلامك على كوكا الحقيقة يعني حبب امبارح كنت بقول كان معايا كابتال أحمد فوزي وكنا نتكلم على قائمة المباراة واختيارات زياد طارق ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا كنت بقول له أنه يعني قلت له كده على الهوى قبل المباراة يعني الناس لسه بتقول على اللعيبة دي نشئين اللعيبة دي كبيرة 21 سنة و22 سنة النهاردة بنشوف صفقات في أوروبا اللعيبة عندها 20 سنة و21 سنة زي أرلينج هلند صفقة منكسرة الدنيا ففكرة الواحد و22 و22 ده خارك خلاص من حيات التنشئين كابتال سعد عبد الحفيز ببعض المعطش بيقول كده يعني حتى فرسلتوا للعيبة دي نفسها اللوم جماعة حدش قول كلمة نشئين دي لعيبة كبيرة ودخلت خلاص فرس تيم ما بقوش نشئين خلاص وبتهالي الولاد كمان مرضود أداءهم في الملعب يعني بيقول إن هم لعيبة ببوتنشة تقدر تعتمد عليهم زيهم زي لعيبة الفرس تيم اللي مكملين من مواسم مفاتت يعني هنا طبعا ده بيرجع لشخصية اللاعب شخصية اللاعب اللي بيوصلها المدير الفني لا أنا عندي سيقا لعب بقدي بنفس الأداء لكن اللي عايز أوجلهم برضو اللعيبة مش عايزين نقول صغيرة لكن اللعيبة الشابة مهم جدا أن أنت تفضل مستمرة على نفس المستوى لأن أنت بتلعب في نادي كبير عندك مسؤولية كبيرة تجاه ناديك وجاء لك فرصة طبق من ده لسه بقول لحضرك أنت بتتعامل معاملة اللعاب الكبير وخصوصا أنت شوف أنت بتلعب مكان مين يعني أنت مثلا بيلعب زياد طارق مكان حسين الشحات بيلعب مكان طهر طهر محمد طهر لكن مهم جدا لبعندك المسؤولية دي مهم جدا لبعندك السكة والشخصية زي ما شوفنا عبدالقادر دخل بصورة كويسة أول ما رجع للنادي الأهلي من الأعارة من سموحة قدر أنه يحجز مكانه ده كل ده بيسبه في مصلحة الفرقة وده ده النتاج اللي مفروض نشوفه أنا زي ما بتكلم دايما على أي قوام داخل نادي الأهلي أو أي حد داخل قائمة نادي الأهلي هو جدير أنه هو يلعب جدير أنه هو يخد مكان وده السمى اللي أكيد اللي تبقى إيجابية داخل نادي الأهلي طب وشك حلوة أبو حميد